من ضمن الأشياء أيضاً اللي الرئيس تحدث عنها النهاردة كان بيتكلم عن مصر قادرة على حماية كرامة أبنائها وطبعاً حوارات الرئيس الآن بتترجم في كل حتة في العالم وبتمس كل القضايا لم يقول لك أنه كرامة أبنائنا جزء أصيل من سياساتنا ومش ممكن نستغنى عن الحفاظ على كرامة أبنائنا برضو كل هذه الجمل يعني بتدخل فيه أطر كثيرة جداً وكالعادة وده شيء طبعاً برضو يرجع إلى شخصية الرئيس نفسه الرئيس لا ينسى الشهداء أبداً أبداً تحدث عن شهدائنا من الجيش والشرطة أيضاً وجه رسالة رقية ومحترمة لكل أطباء مصر وكنت أتمنى كمان أن زيما النقابة بتعود تتكلم وتقول في أوقات معينة عليها أن تذكر اليوم كلمة الرئيس الإيجابية تجاه الأطباء كلمة محترمة جداً فنقابة الأطباء يعني وقت النقد من حقها تنتقد وقت الإشادة كمان تشيد بقى عشان يبقى الموضوع يعني ماشي في نفس الإطار فالرئيس النهاردة لم ينسى إطلاقاً أنه يعني هذا الأمر مقدر بالنسبة لنا كاملاً خلونا نشوف جزء آخر من كلمة الرئيس ونرجع نعلق مع حضراتكم هيديني سيطرة على الطرق اللي احنا بنتكلم عليه احنا اتكلمنا في ستة أو في عشر طرق الأولين يا كامل أو بقى أربعة ستة كوبية ستاشر مش كده؟ عيفاً يعني الإجمال يحبه كام؟ عشرين طريق عشرين طريق عيفاً لو احنا عملنا كلام دوت هنبتدي نخش كدولة في منظومة السيطرة على الطرق بشكل باستخدام الوسائل الحديثة زي ما بقول كده نقول للسائق انت بتجري بنقول للسائق خلي بالك في عندك موقف معين على الطريق انتبه له يعني حنقدر ندي نتعامل من خلال التكنولوجيا الجديدة ان احنا نسيطر على الطرق ديت ونسهل على الناس وكمان مش بس نسهل لها وكمان نخاف عليها نخافها لان هو النهاردة هو بيعمل مخالفة هيقول له انت خلي بالك انت عملت مخالفة خلنا منك رقم المخالفة عمل مخالفة تالي بعدها بخمسة كيلو يقول له خلي بالك ان اخدنا منك مخالفة تالي عمل مخالفة بعد خمسة كيلو يقول له خلي بالك ان اخدنا منك المخالفة التالتة طول ما هماشي بيخالف طول ما احنا النظام نحنا منستفيد نا منش نستفيد طول ما هيخالف كده يعني مش هنحاسبه اخر السنة ولا حاجة مفيش كلام من ده ان شاء الله هنعمله يعني واضحة وصريحة حضرتك هتخالف هتدفع وهي دي سياسة البلد اليومين دول بتاخد حقها تالت وامتلت يعني أنت بتبقى داخل على المكان عايز تتصالح عايز تعمل في قضية أراضي في قضية مش عارف إيه البلد بتاخد حقها تالت وامتلت نسبة الهدر اللي تم غلقها خلال السنوات اللي فاتت كتير جدا يعني اكتشفنا بس أنه فيه شوية هدر كده لحاجات جبعت رجعت مليارات بقولك لجنة استرداد الأراضي مليارات قرار واحد من رئيس الدولة بس فكرة وإرادة رجعت مليارات يعني أمور مش محتاجة بقى استثمار وبنية تحتية وخطوط كهرباء لا 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 خالص قرار بغلق حنفية الفساد أدى إلى أنه الخزينة بتاعت الدولة انتعشد بالمليارات نشوف برضو جزء آخر من كلمة الرئيس بقولكوا كلمة النهاردة تبقى فرحان وانت بتشوف بلدك بتخطو هذه الخطوات ببقى يا جماعة اللي احنا بنعمله ده احنا مؤمنين به فعلا احنا وقفين مع هذا الرجل مش لأنه عنده أجهزة بتخوفنا ولا عنده مش عفعي ولا طمعانين في حاجة ولا أي شيء احنا في 36 كنا وقفين وده كان المشروع والحلم بتاعنا ده كان الحلم اللي احنا عايزينه مع شوية ديمقراطية بقى وحرية رأي وسيادة قانون بالمعنى اللي احنا عايزينه خلاص بدا الحلم اكتمل ونتركها لأولادنا بهذا الشكل يعني تكتمل الصورة بالترات اربع حاجات اللي انا قلتهم محدش واخد باله دول يبقى الصورة كلها مكتملة بفرح حلم ضحين عشانه حلم يعني انت بتمشي في لندن ولا في باريس ولا في اي مكان اللي اخوان بيعتدوا عليك مش مهم وبنتعرض لده وبيبقى أولادنا ماشيين معانا مش مهم بس اشوف المشهد ده بس اشوف الصورة دي وحاجة كمان على جنب كده صغيرة وانتو بتحتفلوا بتلاتين ستة كان في شوات ناس بيسموهم اعلاميين في آخر الصف كده خالص في الآخر لو يعني لو كان لهم حت الدور صغير في موضوع تلاتين ستة بقوا فتكروهم يعني لو يعني لو ده نبقول فرض كان ليهم واحد على ألف واحد على مليون من الأدوار يبقوا فتكروهم بتشكرين يعني من نتذكر يعني ما بكده الاتمئنهم يوم من الرئيس شكرنا من شهرين والله العظيم الناس كان بتبعث لبعض الإعلاميين المقاطع وهم فرحنين وفرحنين جدا كمان وعايز أقول لكم حاجة الإعلامين اللي كانوا موجودين في تلاتين ستة هيفضل بينهم وبين الإخوان طار أنت ممكن تكون قائد كبير قائد كبير ووشك مش معروف لكن الإعلامي وشه معروف فأنت تقدر تتجول في أي مكان في العالم براحتك بعد ما تطلع معاش تقعد بقى أنت والأسرة وبتاعه وتبقى أنت قائد كبير وساهمت في تلاتين ستة بكل حاجة وعملته وفي جهاز سيادي وكل شيء بس واجهك مش معروف لكن هو يبقى طول حياة وهذا الإعلامي في طار مع الإخوان المسلمين واجها لوجه لما بنبقى مسافرين في العواصل نغطي زيارات الرئيس دائما محواطين علينا احنا مع أن في ناس أهم مننا بكتير بس وجههم مش معروفة بدأت ستطيع يخرج من مقار الإقامة ويرجع ويروح الإعلاميين كتب عليهم أن حياتهم وكرمتهم تبقى دائما مهددة عشان يعني يواجهوا الإخوان بوجههم محناش ناس يعني مختبئة يعني جال